دخلت الحرب في اليمن اليوم عامها الثامن ولا بصيص أمل في مستقبل أفضل نتيجة اتساع دائرة الصراع وهو ما يضبر بأوضاع اقتصادية عسيرة ومزيد من الضرر على الغالبية العظمى من اليمنيين الذين يواجهون ضغوطا معيشية متزايدة فعلى مدار سبع سنوات كان الاقتصاد الضحية الأبرز للصراع ومسرحا لكثير من المعارك ترتب عليها انهيار اقتصادي شامل وجلبت معاناة معيشية لملايين المواطنين وأزمات طاحنة تمددت إلى مستويات يصعب السيطرة عليها وهو ما تكشفه الأرقام تقول الإحصاءات الرسمية والأممية إن الحرب التي أكملت اليوم عامها السابع الحقت باقتصاد البلاد انكماشا يناهز خمسين في المئة وخسائر فادحة تصل إلى نحو مئة وستة وعشرين مليار دولار ورفعت نسبة البطالة إلى أكثر من خمسة وثلاثين في المئة وامتد الفقر إلى حوالي ثمانية وسبعين في المئة من السكان فضلا عن حدوث تدهور حاد في منظومة الخدمات الأساسية وتعرض سعر صرف العملة المحلية لصدمات وتقلبات عنيفة أمام العملات الأجنبية أفضت إلى فقدان الريال اليمني جزءا كبيرا من قوته الشرائية إذ بلغ معدل تدهور حوالي خمسمائة في المئة مقارنة بما قبل الحرب في عام 2014 وحتى هذه النسبة تآكلت بفعل التضخم وموجات الغلا وتحرير سوق المشتاقات النفطية ما أثر على تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي كما تسببت الحرب بتراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية وبات تصنيفه ضمن أذنى 12 دولة في العالم ونزل إلى المرتبة 178 من أصل 189 دولة وأصبح هناك ما يجاوز 23 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عموم البلاد التي باتت تسير على طريق المجاعة هذه الحقائق والأرقام المذهلة تحقيق السطحرب دخلت اليوم عامها الثامن وخلقت وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد ودفعت بملايين الأسر إلى العوز والفاقة ومع تقلص أفاق السلام يبدو الوضع الاقتصادي أشد قتامة حيث يهدد استمرار الصراع بتداعيات أكثر صعوبة ويدفع إلى تحطيم ما تبقى من اقتصاد هش والضغط بقسوة على حياة الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر